بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بوادر تقارب على أكثر من سعيد وتوجه إلى التهدئة تعززها تصريحة مسؤولين كبار في البلدين في تفاصيل هذا التقارب كوريا الشمالية تعلن أنها ستعيد فتح خط الاتصال الساخن بعد سنوات من العداء والجفاء المستحكم وأوضح رئيس لجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون رحب بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية بخصوص محادثات السلام رد الفعل من الجارة الجنوبية إذا هذا الموقف لم يتأخر كثيرا سيول رحبت بالقرار معتبرة فتح خط الاتصال بمثابة خطوة مهمة ويهدف خط الاتصال الساخن إلى مناقشة مجموعة من القضايا الخلافية من بينها إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبي الشتوية المزمع إقامتها في كوريا الجنوبية الشهر المقبل خطوات التقارب تأتي عقب توطر كبير شهدته شبه الجزيرة الكورية إثرت تجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية خلال العام المنصرم وفي غضون هذه التطورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن العقوبات بدأت تؤثر بشكل كبير على كوريا الشمالية مضيفا أن كيم جون أون يسعى الآن للحديث مع كوريا الجنوبية للمرة الأولى ويرى مراقبون أن إعادة فتح خط الاتصال يعد مرحلة مهمة على درب خفض منسوب التوتر المستمر منذ سنوات